القرآن سورة نوح دي الخمس صالحين عبدهم في ناس عبدوا ناس سيء لا صالحين ولا رسل ولا انبياء ولا اي حاجة بس ناس كده بس شفاتة تقدر تسميهم شفات كامثال مثلا عندنا الان في ناس بيعبدوا الصايم ديما في سودان ما بيعرف الصايم ديما ما في في ناس بيعبدوا الشيخ العركي زي ما قال البرعي يا العركي وقومك قل لي في نومك الليلة يومك قل لي في نومك زهلة همومك ده البرعي بيعبد في العركي في ناس بيعبدوا البرعي ذاته تلقى في الحافلة مكتوبة يا برعي الغوب وحافلة مركبين فيها البرعي وكادبين نغوث زمانه يعني ده هو البياغيث اهل زمانه وده كذب وين بيغيث اهل زمانه البياغيث الله تبارك وتعالى ربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين البياغيث الله تبارك وتعالى مرات تلقى مركبين صورته كادبين لقى البرعي لبن ما قادرين نعرف لبن شنو بزب كابو لبن بس لبن إنتاج الزريبة إنتاج جديد ما قادرين نعرف وعلاقة اللبن بالبرعي شنو ده برضو سؤال نحن نوجه للصوفية لأنه في صوفية الجامعات مليانة صوفية كويس وكذلك لالناس اللي بيعونوا الصوفية من الجبهجية وغيرهم دهك طبعا تلقى واقف وراء الصوفي عرفته بطب الليو وصوفي بي مش قدام ودبه وراه بطب الليو سؤال ياتوا لبن علاقة البرعي بل لبن دهل عبدهم من دون الله تبارك وتعالى وإلا لو قالوا ما عبدناهم يكونوا كذابين لأنه إتاء لما تقول يا البرعي ده دعاء ولا ما دعاء دعاء طيب الدعاء عبادة ولا ما عبادة عبادة لبساء السلام قال إن الدعاء هو العبادة طيب كيف تخلي الله وتنادي البرعي وتنادي شيوخ الصوفية هل في حاجة إنت ما لقيت أنا خاطب الناس اللي بنادوا شيوخ وديل من عدى الرسل برضو خط تحتهم خطيل حمر الصوفية ومن كان على شاكلتهم عن ناس إيهل هل في حاجة ما لقوه عند الله ولقوه عند الشيوخ بل عقل أنت بيش طالب جامعي أيوة طيب بل عقل كده لما أنت تخلي ده وتمشي ليده أس لو أنت عيروك في شركة وخليتها دار تمشي شركة تانية أكيد أنت في الشركة التانية لقيت حاجات في الأولى ما فيش ولا ما كده ما أبدو مجسي طيب يا صوفية البتنادوا الشيوخ هل في حاجات عند الشيوخ موجودة عند الله ما لقيتوها لو قالوا آي كنوا كفروا ريحون مرة واحدة كفروا ليه لأنه ربنا قال لله خزائن السماوات والأرض ولأنه الله قال ما عندكم ينفذ وما عند الله باق الله عنده خزائن السماوات والأرض والله قال أنا مكفي عبادي أليس الله بكاف عبادة الله ما مكفي الصوفية لو قالوا ما مكفينا يكونوا كفروا لو قالوا مكفينا يبقى ما في فائدة ينادوا الشيوخ مش العملية الحسابية انتهت ولا ما انتهت قالوا مكفينا خلاص قالوا ما مكفينا كفر قالوا مكفينا يبقى ما في داعي ينادوا الشيوخ لو نادوا الشيوخ يكونوا كفروا وأشركوا مع الله تبارك وتعالى دي دعوة الرسل قائمة على الموضوع ده كله كويس؟ عنده معداء الرسل عنده معداء شكذا ربنا قال في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا في شياطين من الإنس ومن الجن ولاحظ ربنا قدم شياطين الإنس قبل شياطين الجن لأنه دي الأخطر شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن واحد يقول لك والله أول مرة نعرف أنه في شياطين أول مرة نعرف أنه في شياطين من الإنس هاي فيه كتار ما بيتعدوا منهم البورعي منهم الصائم ديمة منهم محمد المنتصر لزيرك منهم حامد بابكر السماني الصوفي منهم الترابي الهالك الذي قرضه الله وأراح منه البلاد والعباد والشجر والدواء كويس منهم سيد قطب ده كده نورق ده شوف بالله لك الله هذا السيد قطب حاجة كده على الماشي شتارف أنه ده من شياطين الإنس اللي بيضللوا الناس وده من عداء الرسل ده كتابة تصوير الفني في القرآن تصوير فني يا ذول علاقة القرآن بالفن شنو ها التصوير الفني للقرآن الصفحة مية وعشرة ده نموذج بسيط قبل ما نمشي لجدام سيد قطب عامل فيها مفكر إسلامي مفكر إسلامي هو ذول فاشل ما عنده أي تفكير تفكر شنو انت وهل الإسلام محتاج لتفكير سيد قطب سيد قطب جبعت كم سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد كم هل الإسلام محتاج إنه يجي واحد زي سيد قطب يفكر وتفكر ليه ذاته قال لك فكر منه يا ذول ما تفكر الله قال ليك تطيع الله وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم تفكر شنو ما تفكر عرفته قال المفكر الإسلامي سيد قطب وده رئيس الإخوان المسلمين ورئيس الجبهجية كلهم وهذا الذي علم الترابي الضلال ده كويس قال لا شو بيفسر القرآن كيف قال القرآن عبارة عن موسيقى عبارة عن موسيقى قال فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق فيها ما سأله قدام قال في سورة النازعات أسلوباني موسيقياني وإيقاعاني ينسجماني مع جوين فيهما تماماً الانسجام كيف الكلام دا؟ قال أولهما يظهر في هذه المقطوعة القرآن بقى مقطوعة تقع نفسك في كلية الموسيقى سيد قطب قال أولها أولهما يظهر في هذه المقطوعة السريعة الحركة القصيرة الموجة القوية المبنى تنسجم مع جو وكهرب جو مكهرب دا كيف يعني دار نعرف بعدين من أديك فرصة أي دول عنده هوس في راسه اسمه سيد قطب يجي بس أول حاجة تعرف لي ما هو الجو المكهرب وما هو مدى هذه الكهربة أول حاجة بعد داك نمش لقدام قالت أنسجم مع جوم كهرب سريع النب سريع النب شديد الارتجاف أها على النحو التالي والنازعات غرغة والناشطات نشطة والسابحات سبحة قال دي عبارة عن موسيقى فيها كهربة عالية جدا وفيها ارتجاف شديد كأنك ماشي جكة كده عرفتها؟ والنازعات غرغة والسابحات سبحة شو باللعب؟ ما يدين الله تبارك وتعالى الله نزل القرآن بالطريقة يجي سيد قطب يلعب لنا في كلام الله تبارك وتعالى قال دا جوم كهرب أها قال والثاني يظهر في هذه المقطوعة ثاني مقطوعة الوانية الحركة الرخية الموجة أها المتوسطة الطول أها ولا تقول في كلية تلفزية ثاني تنسجم مع الجو القصصي الذي يلي مباشرة في السورة حديث الكرة الخاسرة والزجر الواحدة وحديث الساهرة على النحو التالي هل أتاك حديث موسى؟ قال دا عبارة عن جو شنو؟ جو كذا لطيف كإنك قاعد طرف البحر يعني لو ما شيء طرف البحر تقرأ هل أتاك حديث موسى؟ شو اللعب؟ بالقرآن واللعب بالدين النبي عليه الصلاة والسلام ربنا نزل القرآن بالطريقة دي؟ ها؟ دازل فاسل ما عنده أي علاقة مع القرآن ولا عنده أي علاقة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذن الرسل عنده معداء قبل ما أمشي لأجدام وأواصل ممكن أفتح فرصة للحوار والنغاش اشتركوا في القناة